وعلى الضفة الأخرى من النقاش والتخمينات أكد أن أبعى عن تحالف الفتح محمد البلداوي أن الإجراءات الخاصة بتشكيل الحكومة تسير بشكل صحيح مبينا أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة ستكون الأسبوع الجاري وقال البلداوي في تصريح صحفي أن الإجراءات لتشكيل الحكومة تسير بشكل صحيح وشبه محسومة من قبل الإطار التنسيقي مبينا أنه لولا ما حدث من اعتداء تركي والتحضير لجلسة البرلمان اليوم لا تم حسم تسمية رئيس الحكومة وأضاف أن المعطيات والمؤشرات تؤكد أن الحزبين الكرديين وصلا إلى تفاهمات متقدمة لحسم أزمة تسمية رئيس الجمهورية مبينا أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء ستكون الأسبوع الجاري